إلى حجة حيث تحتدم المواجهات في عدد من محاور القتال ضد ميليشيا الحوث الإرهابية في محور حرض وعبس وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية للتحالف على مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في المحورين القتاليين واليوم توعد التحالف العربي بتنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية استجابة لهذا التهديد وجاء هذا التهديد عقب إسقاط طائرة مسيرة مفخخة في قرية المعبوج بجيزان جنوب السعودية دون حدوث إصابات أو أضرار بالعودة إلى التطورات الميدانية في محافظة حجة ينضم معنا العميد أمين الحجوري مدير عام شرطة محافظة حجة سيادة العميد أهلا وسهلا بك إذن تواصل المعارك في حرض وعبس والتحالف يتوعد بعملية عسكرية ضد الحوثيين ابتداء إلى أين وصلت المعارك بين الجيش الوطني وميليشي الحوثي في محور حرض وعبس مزالة العمليات مستمرة إلى هذه الساعة كانت بين الجيش الوطني وممثلا بالمنطقة العسكرية الخامسة وميليشيات الحوثي الإرهابية وتكبضت الميليشيات يعتبر خسائر بشرية كبيرة تحاول أن تستخدم نفس الاستراتيجية الإيرانية في الحرب العراقية وهي تم تقديم المقاتلين تم على شكل أنساق تم خلال الأسبوعين الماضيين الأسبوع يعتبر إلى حد هذه الساعة الميليشيات منيت بخسائر بشرية هائلة في العتاد والأرواح وكذلك طيران التحالف استهدف عدة آليات عسكرية لهم في حجة في عبس في حرب في كل الأماكن هذه هي مناطق الاشتباك هناك أيضا حديث عن الغارات الجوية بخصوص الإسناد الجوي من طيران التحالف العربي لو تضعنا طبيعة هذه الأهداف التي تم استهدافها طبعا تتذكر تحالف أيضا نأبات في المعركة وحصل كثير من قوات العدو كما ذكرنا سابقا وما زالت العمليات مستمرة في حرب وداخل مدينة حرب تحاول الميليشيات الحوزية يعتبر التمسلس تام خلف حقول الألقام التي زرعتها ولكن بإذن الله عز وجل خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك تام في فركة هندسية لنزل هذه الألقام ومحاولة تصوية حرب بإذن الله عز وجل نعم العميد أمين الحاجوري مدير عام شرطة محافظة حجة كل الشكر لك اشتركوا في القناة شكرا لك